فانا عامله فعلا بطرقة دي يعني ان احنا لو قدرنا نعمل الكلام دوا ويدرس يعني موجود يا شباب على الطايف ممكن تجيبوها طايف تتفضح حدك بس تشرح لنا على الخريطة دي اللي حدك عايز تشرح عليها الموقف ولا خريطة تانية لا دي دي خريطة اسكندرية دي انا بوريك الميناء الشرقي وده الميناء الغربي ووريلك الصورة بتاعت اسكندرية بس ده هي هي القرطنية ممكن نشرحها يعني بس يعني عايز ابسطها للناس بحيث ان الميناء مش مزعية يعني حددك قولي الناس يا جدعان ما فيش خطورة زي من الناس متصورة يعني دي خريطة اسكندرية زي حدك تفضل دي اه دي دي خريطة اسكندرية الميناء الشرقي والميناء الغربي الميناء الشرقي طبعا ما بقاش في شغل دلوقتي وبقى هو مجرد للاستحمام وللنزة والسياحة من الغربي هو اللي عليه الشغل كله الانخفاض بقى بتاع الجزء اللي فيه ابو ايرو الجزء دوا هو اللي احنا يتخاف عليه لكن هم مشغالين عليه كواس جدا هيتشاطر يعني ده حدرتك التاني بالليزر كده ده اللي حدرتك بتقول انه ممكن يكون في بعض القلق بالزبط لكن هيئة حماية الشواطئ اي مبدورها في هذا اليد جدا 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 تمام ولو جدنا هتجد انا يعني انا جايب مصور اول امبارح في جريدة الاخبار منزلين اه اه تم رصد مليار و 3 من 10 جنيه مصري لحماية الشواطئ المصري اللي هيئة حماية الشواطئ اذا الحمد لله فيه فلوس ايا وفيه تبدأ تشتغل وهم فعلا شغالين يعني الفلوس موجودة الحمد لله وهم شغالين طيب يعني ازمتي في اسكندرية هي في الساحل اللي حدرتك الساحل اعجز الجزء اللي يجب اللي هو بيطلع على البحر على طول بالزبط كده اللي هو شرع البحر ما هو هو ده طبع اللي هو كورنيش اللي هو كورنيش اه لين فيين بقى فنمه اللي هو كله كورنيش لا فيه اماكن منه منخفضة جدا زي ابو اير اه اه منخفضة عن سطح البحر اه لذلك انت هروحت هتلاقي فعلا فيه جزء جدير لا الارضية نفسها اللي بتاعة البحر هتلاقيها منخفضة يعني الماء لو اترافعت هتغطيها فهم في فيديو عندنا هاتي عمران كان فيه فيديو كان ورهولي عمران كده بتاع الناس تبقى وقفة تلاقي الماء طلعت عليها على طول فهم بيجوا يعني يمكن اقول لحضراتك تشوف لو روحنا في اسكندرية المساء الحتة اللي بعد المنتزة ما بين المنظر والمنتزة هتلاقي فيه كتة خرصانية محتوطة ده علاج في جي 30-40 ده من ضمن العلاج اللي عملها حمقية الشواطئ وده بيحمي اه اكيد اكيد تبدامش هيقدي الى الازمة اللي حكيت لا اوه خلاص انت بقى بتحاول تحمي بكل بشدة طرق هم بيحاولوا انه هم دارسين فهو بيحاول يحمي بشدة طرق انما اللي احنا لو جبنا الفيديو الكارتوني اللي معهم جوا هاتر الكارتوني يا شباب يعني انا عامل جزئين جزء موريء بوريء لو احنا سبنا الحلقة على ما هو عليه هنشوف الماء لما تعالى هيحصل ايه هشيل المدينة ويغمرها طب لو عملنا الردم بالحضار اللي انا عامله دوا يمكن حكون باينة قوي لو ان شاء الله نشوفها هتبقى وحتوضح الشغل اكتر علاوة اني يغزوا الحاجات ده يا شباب بس نرجع الورا شوية ارجع الورا شوية ارجع الورا شوية شباب هات الفيديو اللي قابلي ده وانا عشان نغضح الفرق بين الاتنين هاتف اللي قابلي ده اللي جنبوا على طول ده عامون حضرك بص الحضار دوا اهو ده اللي انا بقول عليه اهو بص بقى ده الاولاني شغل كده هنا انا عامل هنا اهو ده عامل زي بيت اهو واد الشبر يعني كأنها مدينة بص الماء بقى ما تيجي حتشيل كل دوا لو ترفعتها تغوات يعني ده يا فندم برى البحر اهو برى البحر حتك مشاور عليه ده بالظبط ده بعد الساعة بعد الساعة متاع البحر اه بقى هو خد مدينة هير ده اللي حضرك بتحذر منه اه خد المدينة وغطاها خلاص اه يعني وكأن ده مدينة بزلط اه يعني انا بمثل دك نفترض ان ده اه ده بمثل المدينة ان ده مساكن على كوريش مساكن اه مساكن اه مساكن حضرتك بتقول ان المية اهي المية بتقلة بتقلة هغاطت المدينة اه طيب لو عملنا بقى الفيديو التاني الفيديو التاني هاتو كويس او ان حضرتك عملت ده اه نوع انا عامله على هيئة يعني سواء متحرك عشان يبقى بعضح قوي اه في الفيديو وقت تاني ماجي او معامل ادي المدينة هي اه حقوم جاي هنا هون رادم كده بمنحضر اه بص بقى لانحضار ده بص المية مهما تطلع راحت فين اه ما وصلتش اه للمدينة هي اه دي اقصر ارتفاع ليها اه اه وصلت لحد ده هنا وده وده الرادم بلقيه منحضر بالشكل ده هنا هون يبقى اه بص مهما تطلع المية مهما تطلع حتى لو وصلت لحد هنا ما دخلتش المدينة ده اللي احنا عملنا ده بقى ايه ده اللي انا عايزة ده اللي انا اللي انا بقولها لنا طالب انه يتعمل وبيتعمل وده بي هاي تحميه مش خاطئ بتعمل بالطريقة ما هي ايه تحاول تحمي المدينة دي اه بتعميها بالبلوكات ومش عارف ايه لكن انا بقول يا ريت نفكر هل يمكن نعمل العملية دي على بالاماكن المنخفضة ولا لأ ايوا ونعملها لو عملناها على يعني انا اخد مساحة كبيرة دي مثلا فيديو ده فيديو المية دي مثلا ده بقى ده هو لو عمل المنحضر ده حتى المية ده الموك ده ده موك الموك بيجي مندفع ده مش خوف من لا 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 ده موك لما بيجي مندفع بيعدي الصور دوا ويطلع بره الشرع انما لو انا عمل المنحضر برضه هنا بكده مهما يعلم مش هيقدر يعد يطلع الشرع بره اه او لو انا عملت الصور المنحضر هيكون احسن في ايه في ان انا بحل مشكلة ارتفاع مصر و سطح البحر اه مش الموك بس اه لا ده مصر و سطح البحر مهما يعلم لا انا في امان اه يعني انا حبقى في امان اه وده اللي انا وده ده دي الفكرة اللي انا بتمنى ان اعملها لاني بقول الحركة اتعملت في هولندا واستفادوا من اه اه شوف ايه شوف الارتفاع الموك كان عالي قوي ايوه عدى الصدق البتاع الصغير ده ورح مقافل الشرع كله غرقوا اه والمية طلع بره اه هنا بقى انا مش واخد مش واخد الحماية الكافة هنا اه هنا اه افضل لو انا عملت الانحضار انا قلت دوا بمتر ونص اه حتى الارتفاع ده بص بص المية عمل ازاي في شرع اه يعني المية لما عدت اه لان ده عادي ده صور عادي طب لو الموجة ممكن تيجي جد اول ما يتعدي بقى هتبقى تعدي قليلة قوي اه مش هتعدي بالعرف يعني ده هتوص حدك ان الموج ده بيش مختورة لا ده الموج ده افضل اللي انت بتحذر منه باقي بتحذر منه ارتفاع مصوصات حالباحة لانه هتبقى قائم اه مش هيجي ومن ويمشي اه يعني هو المحاية طب لو لو انت حدك دهوقتي متعاون او بتقول او بتحذر وتحذراتك بتوصل لهاية حماية الشاطئ تمام يا جدعان تبع وزارة الراي اه وهي تحماية الشاطئ بتقوم بدورها في هزر بتقوم بدورها فعلا وانت شايف انها بتقوم بدورها فعلا وانا شايف ان في هزرنا قائمة بدورها كويس جدا بس دي انا ان شاء الله يعني هقدمها لهم برضو تاني تمام على اساس ان احنا نقول هل الفكرة دي اللي عملوها هولندا اه تنفع تعمل عندنا ايه العملوها هولندا هنا يا هولد لا انا مش جاي بينها مش جاي بينها اه اه اللي عملوها هولندا تنفع نعملها طيب نعملها ونستفيد طيب هولندا عملت ايه برضو ايش رحل هولندا جات على ايه جات على الساحل بتاعها الساحل وهو اساسا عندها الارض منخفض عن مساء سطح البحر اه لما ارتفع سطح البحر هيغطي جزء بير من هولندا تمام وهي اصلا مساحلتها مصغيرة تمام فرح جاي رادم الجزء من البحر وعمل هوامش بالميل بقى اللي انا زي اللي انا كنت عامله ده بميل كده اه الميل ده رح خلى الارض بقت اعلى من البحر ميلة تمام ورح عاملينه ايه طريق تمام عامله طريق استفاد منه يعني اضاف جزء من البحر ليه اليابس بتاع البحر تمام اسكندرية ودمياط حددك بتتكلم على كل السواح عندي اسكندرية عندي دمياط عندي رسال بر عندي جزء جبير في بورسعيد كل الحدد دي انا لو عملتها حبقى في امان هو حالين الحمد لله احنا في امان بدليل اللي انا حبقى نفق يعني كلام ده بقى له اكتر من من عشر سنين تمام شغالين ومع ذاك ما سمعناش في حاجة ان خفض لا الحمد لله فس عايز كمان ان انا بقى في امان اكتر يعني الكلام رأي اللي انا بتكلم عليه ان انا عايز انا بقى في امان اكتر طب مهما ده تكلفته كام انت كنت تبرر قطيلة عشر مليار تقريبا يعني هي اتكلف عنها يعني المهندسين المدنيين يقدر يديلك بالظبط اتكلفة دي اكتر مني يعني ما احددها بالظبط لكن احنا احنا نقدر في في الاجتماع اللي حصل في باريس في ديسمبر 2015 بتاع لجنة طغارات مناخية رصد 100 مليار دولار للدول المتضررة